نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا للحلقة النهاردة وإمبارح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر وتسلم سيادته رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تضمنت دعوة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر في أول نوفمبر اللي جاي وخلال اللقاء أكد سيادته اعتزاز مصر بما يربطها بالجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير حميد شبيرة السفير الجزائري بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير خارجية الجزائر سلم السيد الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تابون تضمنت دعوة السيد الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم فضلا عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعيدة والانطلاق بها إلى أفاق أرحبت تساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تابون مرحبا سيادته بالدعوة المواجهة من شقيقه الرئيس الجزائري ومعربا عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية كما أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكوميا وشعبيا كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي لسيما مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمية كمان مبارح سيدة الرئيس استقبل في أصل الاتحادية رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة خلال اللقاء أكت سيدة الرئيس استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى جانب الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية والسيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللواء ماجد فرق رئيس المخابرات العامة الفلسطينية والسفير ذياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وقد رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس محمود عباس مؤكدا استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابط القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومشددا سيادته على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ومؤكدا ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية للعلاقة المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية وأضف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقوا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما سواء على المستوى الثنائي أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والأطر المتعددة الأخرى وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية استقبل السيد وإمبارح سيد رئيس عبدالفتاح السيسي تقدم بالتهناء لرئيس الكيني وليم روتو على فوزه بالانتخابات الرئيسية الكينية متمنين له كل التوفيق في قيادة كينيا وأشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار وأكد سيادة الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين حول كافة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترق ترجمة نانسي قنقر